قالت الخارجية الباكستانية يوم الاثنين أن الباكستان تدين بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية ضد رفح وحثت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وفي اليوم ذاته أصدرت الخارجية التركية بيانا قالت فيه إن تركيا قلق للغاية من الهجوم الإسرائيلي على رفح مشيرا إلى أن خطط إسرائيل لتهجير سكان غزة وهجماتها المستمرة من شأنها تؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتدعو تركيا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير لوقف إسرائيل وبحسب تقرير صحيفة الجاردين البريطانية يوم الاثنين قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني في اليوم ذاته إن بريطانيا قلق للغاية من خطة إسرائيل لشن عملية عسكرية برية ضد رفح وإن رفح تعد حاسمة لعمليات المساعدة الإنسانية في قطاع غزة وقال وزير الخارجي البريطاني ديفيد كاميرون في اليوم ذاته إن بريطانيا تريد من إسرائيل التفكير ماليا قبل اتخاذ أي إجراء آخر بينما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين ودعا رئيس الوزراء الهولندي ماك روتي خلال زيارته إلى إسرائيل يوم الاثنين إلى الحد بشكل كبير من كثافة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وحذر من أن العملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي في رفح ستؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية وقال روتي إنه يتعين على جميع الأطراف وقف إطلاق النار فورا وتحقيق حل طويل الأجل للسرع